خطابي إلى سيد دولة رئيس الوزراء القادم نصيحة من محب من مخلص من عراقي فوق الشعب وفوق كل المقدسات كل حاكم الله يكتب سلامة يستلم الحكم أما في بداية حكمة أو في نهاية حكمة يقول لنا لقد وردت تركة ثقيلة المضحك المبكي في هذا أن هذا الرئيس الموقر عندما يترك الوزارة ويسلمها إلى غيره التركة تكون أثقل على القادم من الراحل والسؤال هنا من سبب هذه التركة إحنا لو أنتو إحنا يا أمالة إحنا ناس على قول تهنم مثل أبو الحسين شغلتنا وياكم زاد الشط نقص الشط لقية ونبي حتى اللقية راحت لذلك خطابي إلى سيد دولة رئيس الوزراء القادم نصيحة من محب من مخلص من عراقي أقول لك لا تشترى هذا الخطاب ولا تقول هذا نحن نؤمن ونعرف وندرك أنك سترث تركة ثقيلة جدا جدا ولكن هذا هو واقع الحال يا أبو مصطفى أن قبلت بها فتوكل وأن لم تجد ذلك عليك أن تحافظ على ما لديك من حسنات ومن سجل نظيف قد كتبته لنفسك واليوم أنا تابعت أنت رايح إلى هيئة النزاهة لأن جزء من برنامجك هو محاربة الفساد وقلت لرئيس الهيئة لأن نحن هنا نوثق نوثق لك ولغيرك وأمام الشعب والتاريخ أنه لا يوجد خط أحمر على أي ملف فساد لأي مشؤول فابدأ بالأقربون وبالذات من الكتل التي تدعمك أو اتقف معك وكل الكتل السياسية لأن هذه التركة يا سيادة الرئيس سوف تستمر وتستمر وتستمر طالما الفاعلين والعاملين بها ما زالوا متنفذين ما زالوا أحرار ما زالوا لا يخافون الله ولا يخافون ابن آدم أو جيبه أو قاسته أو مصلحته فوق الشعب وفوق كل المقدسات تستمر ترجمة نانسي قنقر شكرا